اشتركوا في القناة اللي يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة هذا لا يعصي هذا يخبط لله سبحانه وتعالى الإخباط غاية الخشوع والخضوع إن قلوب المخبتين إليك والهة في زيارة أمين الله يعني مثلا واحد من الأصدقاء ينقل يقول أخويا كان صغيرا سعمرة سنتينة ثلاث سنوات وذاك الزمان في الزمن الماضي كانت هناك حيات في البيوت بسهل الآن بسبب تطور البناء وتطور السموم وتطور كذا هذه الأمور قضية عليها عادة في البيوت في المدن لعله في القراءة لحد الآن بعض القراءة هكذا أمور موجودة يقول يوم شفت أخوي الصغير ده يلعب ويا حية ماسك الحية يلعب بها هذا ليش يلعب الحية لأنه لا يعلم بأن هذه الحية لها سم لما يصير كبير يعلم بأن الحية لها سم وأنها تلدغ وأن سمها قد يكون قاتلا أو قد يكون مؤلما إذا لم يكن قاتلا يخاف منها واحد يعلم بأن الدولة قوية وأن القضاء مستقل وقوي وأن العقوبة شديدة وأنه تحت المجهر كاميرات جواسيس بخبرين كذا امرأق بي 24 ساعة هذا لا يخالف القانون لأنه يعلم بأن الحكومة قوية والعقاب شديد وأنه تحت المجهر تصرفاته أما واحد ما يدري تشوف واحد مجرم ارتكب جريمة وهو مراقب ما يدري أنه مراقب يروح يرتكب الجريمة إذا الإنسان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب وأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل تصرفاته وعالم بما في قلبه هذا ما يعص الله سبحانه وتعالى وكلما ازداد معرفة بالله ازداد خشوعا ازداد خضوعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر